يتواجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى مدينة بغاست الفرنسية للمشاركة في قمة محيط واحد والتي تأتي في إطار سلسلة قمم تعنى بالموضوعات البيئية ينظمها الجانب الفرنسي بمبادرة من رئيس إمانوال مكخان منذ عام 2017 حيث تركز القمة هذا العام على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات بما في ذلك الحفاظ على النظم الحيوية بها ومكافحة التلوث البحري بشتى أنواعه وعلاقة البحار والمحيطات بجهود موجهة تغيير المناخ فضلا عن دعم مفهوم الاقتصاد الأزرق المستدام كما يتضمن برنامج زيارة الرئيس إلى فرنسا عقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسي إمانوال مكخان وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال العوام الأخيرة متبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المسترك يمكن توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة أو المدينة الفرنسية بغسط ده من ضمن الأخبار اللي بتحصل النهاردة اللي لسه مستمرين فيها مع حضراتكم وبنعرضها ليكم وإلي منها أن في تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين هتنظم مائدة مستديرة بعنوان يناير والطريق إلى الجمهورية الجديدة وزارة الأوقاف حددت موضوع خطبة الجمعة النهاردة عن مخاطر الطلاق وأثاره النفسية والاجتماعية كمان النهاردة المية هتقطع عن منطقة هضبة الأهرام في الجيزة وده هيكون من الساعة 10 بالليل والحد الساعة 8 من صباح غدا وده بسبب أعمال الصيانة نهاردة هيكون في مؤتمر صحفي للفرنسي باتخيس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك الساعة 5 بالليل قبل مباراة بيترو أتلاتيكو الأنجولي اللي هتتلعب بكرة في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا نتمنى التوفيق طبعا لنادي الزمالك في هذه البطولة وهذه المباراة تحديدا اشتركوا في القناة